ما زال التنحر السياسي يلقي بظلاله على مجمل الأوضاع في عراق ما بعد 2003 وتؤكد الدراسات والأبحاث بمختلف مصادرها أن الوضع في العراق يسير من سيء إلى أسوأ وأن ثم تمصير مجهول ينتظر العراقين بسبب فشل ساسة الأحزاب الجدد في التعامل مع مجمل القضايا التي تمس حياة الشعب والذي مثل الفشل المتكرر في استكمال تشكيلة الحكومية أحد أوجهها الجديد في هذا الموضوع دراسة أعدها معهد بروكنز الأمريكي حذرت من فشل الإدارة الجديدة في العراق بقيادة برهم صالح وعادل عبد المهدي كونه يعني انزلاق البلاد نحو مزيد من الصراعات العنيفة بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات وبحسب الدراسة فإن التحديات ما زالت كبيرة لمعالجة الانقسامات الطائفية ومظالم العرب السنة والمؤسسات الضعيفة ولا يزال العراق يعاني بنا تحتية متداعية وفسادا مستشريا وضعفا أمام التأثير الخارجي ناهيك عن قطاع عامل متضخم مما يعني أن إصلاح العراق سيستغرق سنوات إن لم يكن عقودا وبينت دراسة معهد بروكنز أن عبد المهدي واجه نظاما سياسيا مختلا وشللا مؤسساتيا وهو انعكاس لهيكلية مبنية على تقاسم السلطة على أساس العرق والطائفة منذ سنوات الانتقادات لم تكن مقتصرة على المعاهد ومراكز الدراسات بل إن شركاء العملية السياسية أنفسهم بدأوا بالاعتراف بالكوارث التي قام على أساسها تقاسم السلطة من ذلك ما كشفه النائب السابق رحم الدراجي عن التزوير الممنهج الذي رافق جميع الانتخابات التي جرت في العراق وسكوت الجميع عن ذلك تماشيا مع مصلحتهم كلهم أثبتوا أن هذه الانتخابات اخترقت وتم تلاعب فيها وهي مو بس هاي بالمناسبة لا أنا أكد لك وأنا دعما أن أشد المدعي العام أن يذهب للتحقيق في كل الانتخابات التي جرت في العراق يبدو أن حجم التحديات التي تواجه العراق تتزايد كل يوم وتتسارع وطيرة النتائج الكارثية الناجمة عن سياسات الفاسدة التي أنتجتها حكومات المحاصصة والفشل الذي تراكم بفعل الطيش السياسي والارتهان للإرادة الخارجية ترجمة نانسي قنقر